السلام عليكم اشتركوا اتمنى تكونوا كامل بصحة جيدة اليوم شاء الله كما شفتوا في العنوان فيديو خاصة بوصول الذرع الفضي كما عليكم القناة منذ مدة وصلت الى 100 الف مشترك واليوتيوب يقدم جائزة الى منشئي المحتوى الذين تجاوزت قناتهم 100 الف مشترك لحبين يعرفوا تفاصيل وصول هذا الذرع فاولا لازم تتواصلوا مع اليوتيوب وتقوموا ببعض الاجراءات انا صراحة عني تأخرت في قيام بهذه الاجراءات ولكن يعني بعد القيام بها توصلت او وصلني الذرع في مدة لا تتجاوز العشرة ايام فقط الى المنزل يعني راهي مدة قصيرة جدا هذه العلبة يعني اللي توصلت لها وراح انفتحه امامكم لانه هذا الذرع هو ليه وليكم كامل لانكم كنتم مساهمين بالدرجة الاولى في نجاح هذه القناة فراح انفتحه امامكم نشوفوا شكله مع بعض طبعا نقيت هذه القطعة كما راكم تشوفو فيما بعد رسالة شكر من اليوتيوب وهذا هو شكل الدرع الفضي طبعا مكتوب في اسم قناتي ولكن بالفرنسية فقط لانه اليوتيوب يعني يرفض العربية او مهوش موفر يعني اللغة العربية مع اني تمنيت انها تكون موجودة في الدرع ولكن يبقى شكله ولا اجمل يعني شوفوا المرآية اللي تكون في الوسط ولي تكون فيها يعني رمز اليوتيوب ويا جمال هذا الدرع خلاني اني استوحي فكرة هذه الكيكة اللي ستكون بهذه المناسبة انها تكون الكيكة الفضية وسكون لها نفس شكل الدرع الفضي فارواحه نخدوه مع بعض هذه الكيكة طبعا هذه الكيكة ستكون كيكة فضية ولكن من الداخل ستكون حمراء اللون لذلك خدمت جنواز ودرت لها ملون احمر اما بالنسبة للوصفة كنت درتها معيكم عدة مرات وحنخلي لكم الوصفة في صندوق الوصف هذا هو شكل الجنواز يعني بعد ما طابت رح نكرر العملية ثلاث مرات ياللي اني رايح ندير ثلاث طبقات كما راكم تشوفوا رايح ننزع ورق الطهن من الاسفل بعد ما خليس الكيكة تبرت تماما كما راكم تشوفوا يعني كتبرت الكيكة راح تكون عملية نزع الورق سهلة جدا ايضا يعني الكيكة تكون ناجحة ما تسكسر الكومش يعني بتخدموا بها يعني بكل اريحية اذا راكم حابين يعني زيت للكم مثلا فيديو مخصص فقط للجنواز سواء بسكويت جنواز او كيكة الجنواز فاخليوا في التعليقات ان شاء الله راح ندير لكم يعني كل كل تفاصيل انه تبقى دائما هذه الوصفة للكثير حابين ينجحوا فيها هذا هو شكلها ورح نبدأ ندير في منتاج هذي الكيكة بالنسبة للمقاييس كنت جبت الدرع الفيضي وقسمت عليه الكيكة يعني الطول والعرض هو نفس مقاييس الدرع الفيضي وكنت شربت الكيكة بالحليب يعني حبيت اني نستغنى عن السيرو مش مجينيش بزيف حلوة فيما بعد درت لكريم شانتي بالنسبة لكريم شانتي نحبها ان تكون متماسكة جدا لذلك ندير انا كيلة كريم شانتي مع نصف كيلة علماء نزيد نحط الطبقة ثانيا نغطي لها مليح مليح كما قلت لكم كنت سقيتها بالحليب يعني صراحة كانت نسيجته بزيف هائلة يعني كنت نديره من قبل في الكيكة ولكن ما نديروش يعني فليتات كما هذو لكن اليوم شاء الله نستعمل فقط الحليب وهكذا نتفادى الحلاوة الزائدة للوصفة راح نتقيوها مليح مليح يعني الكيكة اصلا يعني خفيفة لما زيتوا تشربوها لاني تعطيكم نتيجة ولا ارواح راح نتكملوا بنفس الطريقة طبعا الكريم شانتي لازم تكون بيضاء يعني اللون الاحمر وكين حلوها تكون يعني اللون الاحمر مع الابريض اللي هو اللون اليوتيوب وهكذا نكونت حصلت على ثلاث طبقات ايضا نزيد نجيب كريم شانتي ونزيد ندير طبقة يعني ونغلف الكيكة كامل بلا كريم شانتي فيما بعد نرح نجيب لابات داموند ونحلها باش ندير التزيين الخاص بذلكيكة كما عرقكم تشوفوا يعني تفتحوا لابات داموند انا حبيت اني نفتحها يعني رقيقة بزيف باش مجينيش حلوة يعني من كثروش منها انو الكثير ميحبوش يعني طعمها ونجيبها ونغلفها على كامل يعني الكيكة والنحي الزوائد ويكون هذا هو شكلها يعني لحد الساعة انا موثقين جدا في هذي الكيكة طبعا اول مرة نخدم يعني تزيين ب عجينة اللوز يعني منيش معتدها به يعني هذا الديكور فاشوفوا هما نفس مقاييس الديرا الفضي فيما بعد رح نجيب يعني ورق رح نحاول ندي كل المقاييس الخاصة بكل تفاصيل موجودة على الديرا الفضي رح نخلي لكم ان شاء الله فيما بعد تشوفوا الكيكة يعني كمفاجأة ايضا لها المناسبة كنت حضرت شوية امبصادر مع شوية جنواز وال اه اللي هي شوية فواكه مع شوية كرم شانتي وتحصلت على هذه النتيجة حبيت انو الديكور ايضا يكون في الاحمر باش نبقى في نفس الموضوع ايضا لها المناسبة كنت حضرت يعني سابلي لكم بيوديكور اليوتيوب كنت حضرت عجينة صابلي عادية قطعتها الى مربعات ما راكم تشوفوا لما بعد كمية العجينة اللوز لس بقاتلي من الكيكة كنت تقسمتها درت اللون الاحمر وخليت اللون الابيض وكنت شكلت رمز اليوتيوب فشوفوا شكلهم يعني كان بساف رائع يعني بساف يعني بساف يعني خاص بالمناسبة وايضا امي كانت حضرت كانت حضرت كانت حضرت بسبوبست لقطعيف هذه بسبوثة يعني كانت بزاف بزاف بنينا وان شاء الله راح اندللكم في القناة لانه اكيد رايح اتعجبكم هذا هو شكل الكيكة يعني بعد التزيين النهائي نتمنى انه يكون نعجبكم مثل ما عجبنا احنا كامل كامل يعني حاولت اني ندير نفس شكل الدرع الفضي هذه هي الطاويلة يعني فيها كل الاشياء اللي حضرتها مع بعض الاشياء يعني كانت يعني جاهزة يعني شريناها جاهزة فانتمنى انه ايضا الطاويلة تكون عجبتكم اما الان حبيت اني نشكر اكثر اثنين ساعدوني في القناة لهم والدي يا امني وابي ربي يحفظهم ويطولي ان شاء الله في عمرهم وان شاء الله يبقوا هما سندي في هذه القناة حبيت ايضا نشكر كل عائلتي كل اصدقائي ونشكركم انتوما يا ارواع ومشتركات نشكركم على دعمكم تقديركم تعليقاتكم لدائما كانت تفرحني وتدخل السعادة الى قلبي فياربي يحفظكم وانتمنى انه القناة تكبر بيحبكم انتم حبيت اني نقسم قطعة من الكيكاب باش نشوفوا شكلها من الداخل طبعا اللي حابين يعرفوا كيفاش كمية تزيل يعني قدرت لها شوية ملمع في الضيل لانه كانت سلاباداموند باللون فتتلي يعني شوية ملمع فيما بعد بديت ندير في التفاصيل الصغيرة يعني بلا بات داموند وايضا استعملت ملمعات وكتبت اسم القناة ومائة ألف مشترك وليوتيوب ومن الداخل كانت حمراء اللون فانتمنى فعلا انه الفكرة سكون عجبتكم هذه الحفلة البسيطة ايضا سكون عجبتكم لانها لكم اذا خليكم مع هذا الصور وانتمنى يا رب ان القناة تكبر بهوبكم انتم كما كنت قلت لكم وان شاء الله للمزيد من النجاحات دمتم اوفياء وإلى اللقاء ان شاء الله هذه المدة سنحضر لكم ان شاء الله سلسلة من الفيديوهات الجديدة فإذا رأكم حبين تشوفوا اي حاجة يقولوها لي ان شاء الله في التعليقات دمتم اوفياء وإلى اللقاء اشتركوا في القناة